السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمت عن علم الفلك وعلم الأبراج وإبن سيرة التنجيم وإبن سيرة السحر هنتكلم عن الأبراج في الصفات اللي هو برج الحمل صفاته إيه وبرج الجوزاء صفاته إيه والكلام ده وطالما أول مرة هتكلم يبقى هتكلم فيها في الحلال والحرام مش هدي تفاصيل ببساطة كده إن انت تقرأ في صفات الأبراج ده عادي وجائز جدا بس دي عبارة عن صفات وضعها الله في البشر والمشكلة هنا مش هتكون في القرية نفسها القرية نفسها مفيش منها أي مشكلة خاصة هتكمل معي عشان تعرف الخط الرفيع لما تيجي تشوف الصفات بتاعت الأبراج والحاجات دي فيه خط رفيع يحلل ويحرم لوحده فالمشكلة هنا مش في القراءة نهائي القراءة أصلا حلال طالما المحتوى اللي بتقرأ فيه حلال اللي يحرمها لما يبقى المحتوى اللي بتقرأ فيه في حاجة حرام بتقرأ شتايم بتقرأ مش عارب لما القرية حلال نشوف اللي احنا بنقرأ بقى الصفات دي هنتكلم على الصفات انا بركز مع الصفات ليه يعني انت لازم تفرأ جدا لما تقول أبراج الصفات حاجة وماذا سيحدث غدا حاجة إلا هيحصل حاجة والصفات نفسها بتاعت الناس اللي عايشها دي حاجة دي غير دي إلا هيحصل بكرة ده حرام قولاً واحداً حرام ما فوقش كلام محدش يعرف الغيب غير ربنا ده حرام ولا تقول لي أبراج ولا عارف لأنه غير لا يعلمه إلا الله وإراية اللي هيحصل بكرة ويمال في الطريق إليك والكلام ده إراية ده نفسه حرام لأن هم بيكتبوا حاجات المفروض تبقى مكتوبة هي مكتوبة فوق انت بتكتب لي حاجات عايز تقول لي الحاجات دي مكتوبة فوق وأنا عرفتها وبكتبها لك هنا تحت أنا عرفت اللي موجود في اللوح فوق إن ده هيحصل له كذا فأنا بكتبها لك في الجورنان هنا إن ده هيحصل له كذا الحرام فيها باين جداً الحرام باين جداً واحد بيتحك عليك ويقول لك أنا عرفت اللي موجود في اللوح المحفوظ فوق بكرة هيحصل كذا ده حرام جداً 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 أما صفات الأبراج دي بالنسبة ليه يا نكعلي دي إحصائيات أنا بشوفها إحصائيات اشتغل عليها ناس بالهبل من كل حتة في العالم وزي يعزى أي إحصائيات في الدنيا لها الصح وليها الغلط ميجي واحد يقول لك أسرع معدلات طلاق أو الطلاق بيبقى بنسب قدفة أول سنة وتاني سنة وتالت سنة وهتيجي تقعد طول حرام لا مواش حرام هو مسك حالات زي كده وفضل ليقرا فيها ده برضو جايب الناس اللي تولدت من يوم عشرين ولا واحد وعشرين في شهر مش عارف ايه لحد يوم عشرين واحد وعشرين في شهر كذا جايب الناس اللي تولدت في الفترات دي وقعد مع عدد بقى منهم يقعد معدوي يشوف الصفات ايه يقعد معدوي يشوف الصفات ايه فده مش حرام هو ما قراش طالع ولا نازل ولا ما جابش حاجة من الحاجات دي انا عادت مع الناس اللي موليد مثلا في معيد الطور وعادت معهم كلهم لقيتهم كويسين في كذا نفس الصفة دي موجودة معاهم الحاجة الكويسة دي موجودة معاهم وبعدين ايه دهت انا لقيت فيه عيب رجعت للناس دي نفس بتوع برج الطور لقيت العيب موجود معاهم ايه المشكلة لما اكتب فورا ان انا عملت احصايات وعادت مع الف واحد من البرج الفلاني كانوا كويسين في كذا وكانوا وحشين في كذا فدي احصايات مالهاش دعوة بالحاجات اللي هي انا عمل بقلف عليك وانا بعمل دي بتديلك كده هنت كده بتولع لك كشاف كده الحرام بتاعها فين في الكشاف ده بقى لما بيولعها في ان انت تقرأ الدراسة البشرية دي قلنا ما فيهاش مشكلة في ان انت تعرف موليد برج الجوزاء مثلا يال الحاجات الحلوة بتاعتهم والحاجات الوحشة والحاجات اللي بيحبوها وانوا فواقع احصايات مالهاش عدوة بحاجة خلص ايه ماشي حرام وبتاخد دي وبتمشي بيها يعني هو حرام اللي بيقرأ لغة الجسد ده يعني هتقول عليه حرام مش حرام حرام فين لما يستغلها بطريقة تانية يبقى هنا ساعتها حرام الابراج دي السفات اللي بينهم على الises مش حرام الحرام فين لما يستغلها بطريقة تانية يعني ايه انه انت مثلا بتقرأ فيعلم معاك حاجة في برج من الأبراج والحاجة دي عيب وليكن مثلا ان الراجل بتاع البرج ده مثلا خاين وغدار لصحابه فانت أول ما تعرف واحد وتلاقيه موليد البرج الفلاني انت تتعامل معاه بان هو خاين وان هو مش عارف ايه معين دينك بيقولك انك تتعامل معاه كويس وهو لو فرضنا ان البرج ده بيقول انه غدار ممكن الراجل ده يكون عارف من زمان انه غدار واشتغل على نفسه مش كل واحد في اللي بيتفرج عنده عيب مش فيه عيوب انت اشتغلت على نفسك فيها وعرفت فعلا انت علجها لما اجا اقولك يا اخي انت بتتصرع ممكن تقولي انت مشوفتنيش زمان ده انا كان قبل ما اللي قدامي يخلص كلامك قدت بروح ضربه مش مش ده حصل مش كل واحد فينا بيشتغل على عيوبه فما انفعش انت تحكم على واحد من عيب موجود في برجه وهو مش فيه وطبع احكمت عليه وعملت ومعاملة ان الحاجة اللي في البرج دي اكيدة انت كده بيت انسان ظالم جدا والعلم بتاعك وداك في حتة غلط معلوماتك اللي انت بصيت فيها بتاعة الابراج والصفات دي ودتك في حتة غلط ده مرتبط بالابراج بس قصة ممكن واحد يقول لي ايه خلاص ما اقراش الصفات دي بقى خالص ترامة ممكن تودينا في الحتة دي انت حر ممكن جدا ما فيش اي مشاكل بس نفس الحكاية هقولك ما تقراش في اي علم علم الكيميا ما تقراش في علم الكيميا لانه انت ممكن تستغلوا بتاعة تانية تعمل قنبلة مثلا كل العلوم كده انا حبيتها اوضح بس الحرام فين والحلال فين عشان الامور بتبقى مختلطة ببعض وفي ناس بتبقى محللها الصفات فيحل البناء عليها انه ويعني هو انا ما ببص انه هيجيلي فلوس بكرة هو انا يعني مسدق يعني هو انا بسيط ليه طالما احتمال يعني واحتماله بتاع ما تتجنب الشبهات ما تبصش فالخلاصة الابراج لما يقول بكرة يحصل كزا ده حرام لما يقول لك صفة البرج ده كزا مش حرام الحرام بيجي لما اللي قريته ده بيأثر عليك في التعامل مع الناس اللي حضرتك ببساطة ممكن تطلق عليهم الاحكام المسبقة قبل حتى ما تتعامل معاهم بناء على ان انت قريت سطرين في حاجة زي كده وطبعا اي برج فيه عيوب واي برج فيه مميزات انت بقى تلبس لما تحكم على حد من المنطق ده وتمسك العيوب بالذات وتحكم عليه فيه وتتعامل معا من المنطلق ده نفسه ان هو انسان وحش اين كان عيبه وببساطة بتقول ابراج نفسهم بيقولك اللي مولود في قول البرج غير اللي مولود في نصه غير اللي مولود في اخره كده يعني مفيش حاجة مطلقة يعني وهانهي بكلمتين انت شخصيا الفعيدك كده لعندك عشر صوابع او عدد من الصوابع فوق وعدد من الصوابع تحت هتحدى عنده عشرين صوابع وطلع لي سابعين نسخة مفيش مفيش نسخة في جسمك انت وفي اطرافك انت وفي الكف الواحد مفيش نسخة يمكن شبه بعض اكيد شبه بعض بس نسخة لا تطابق تام مفيش بس لببساطة برضو فيه بصمات وراثية تانية كتير غير وقت الميلاد غير ساعة الميلاد بصمات وراثية جاي من ابو اللي هو برج تاني وامه اللي هي برج تالت كده مش ممكن يبقى الناس كلها اللي مولود من اب برج كذا وام برج كذا زي اللي مولود من ابو يعني لو حسبتها بالابراج هتلاقي الحكاية الصفات دي مش هتبقى دقيقة جدا بالمنظر اللي الناس بتعتمد عليه ويقول ده غدار ده مش عارف بيلدع ده بينطح ده اللي هي الحاجات دي يارب اكوني عارف توصل اي حاجة ولو الموضوع مفيد يا جماعة لو الموضوع فاد عندك حاجة ارجو انك تشاري الفيديو ولو مالوش لازمة ولا كينك شفته ولو قلت حاجة انا غلط فيه واجب عليك تقولي في الكومنتات انت غلطان في كذا عشان الموضوع دي مهمة جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته